اهلا بكم يا شباب اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير النهاردة هنتكلم عن موضوع في نظر انا مهم جدا انا بستخدمه في شغلي على طول وبصراحة المواقع اللي بتيجي تبدأ تعمل الحوار ده وتعمل برمج التاني بتعمل الحوار ده لاما بتبقى مكلفة لاما الجودة بتاعتها بتبقى وحشة فالمراضي بما اننا في الفيديو اللي فيتتكلمنا على شاطل اه سري اللي هو البرجن الموديل الجديد السريع اللي هو قوي جدا وبيشغل على اي جهاز دوت فانا ربطته بورك فلو كنت انا عملها بتا فتعال نشوف بقى ازاي هنعمل الحوار وزي ما انتو شايفين حرفيا النتيجة تحفة في انك انت معاك صورة صغيرة دي الصورة اللي في النص بس وبعد كده هو يقوم جاي مكملك الصورة كلها زي ما انت شايف كده لو انت شايف ان دي حاجة عادية وبتحصل في نظر انا يعني في حقليتي البسيطة انا شايف ان دي حاجة تحفة كانت بتطلع عيني عشان اعملها فوتوشوب او بالجنراتف فيل بتاع الفوتوشوب عشان يطلع لي حاجة بالجودة دي كده طب اطولش عليك يلا بيناني طب يا سيدي بالنسبة لنا دي كلها الورك فلو الورك فلو طبعا هتبقى اا نسختين نسخة الفري النسخة الفري فيها الاساسية اللي هي هتبقى الجزء اللي في النص ده هو بتاع الSDXL اللي هو بيعمل لك الصورة العادية انما في الجزء طبعا في الفيرجن الخاص ببتريون والناس بتوع اليوتيوب هيبقى فيها الجزء بتاع فلوكس اللي بيانهانس الصورة تمام وهيبقى فيها الجزء ده وده تحفة في حد ذاته حرفيا تقدر انك انت بدل ما تعمل بقى الخطوات اللي هم لك على في الفيديو هنا ده هيعملها لك ويصنطل لك الصورة ولو احنا جبنا الصورة يمين مثلا جبنا الصورة شمال هتبدأ تتحرك معنا وبشكر جدا 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 العضو الجديد بتاعنا برو جرام ميل في ده عضو بيتريون بجد بجد شكرا على دعموكم المستمر ده هو اللي بيخليني اكمل في فوست للناس اصلا يعني بحس انها غير مهتمة ففجأة بلقي ناس بتدعم فبجد شكرا لكم جدا 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 ويلا بينا نرجع نكمل فانا هنتكلم عن الجزء اللي في النص هنا دوت وطبعا للبيتريون والناس الجميلة بتاعت الدعم دول هيباليهم الورك فلو الحلوة زي حلو طيب نرجع بقى للموضوع بتاعي ايه يا سيدي الحوار وايه القصة وماذا يحدث وازاي نبدأ نزبط الكلام دوت من الالف لليام طيب يا سيدي تعال نقفل بقى الكلام ده كله ده كده بالنزايا ده كده الورك فلو اللي في النص ده ده الورك فلو اللي هيبقى موجود عندك هتستخدمه لو انت نزلته فريد بعد كده هبدأ في اخر الفيديو اشرح بقى الورك فلو الكبير طيب يا سيدي كل اللي عليك انك انت تعمله انا دلوقتي عندي صورة فلنفترض صورة زي بتاعت الولد ديت او هنفترض ان احنا عندنا صورة زي بتاعت الكراكن ده فانا انا دخلت على الفوتوشوب هنا هلاقي ان انا عندي الصورة دي بس كده ويعني عشان نبقى مزبطين الدنيا كمام الصورة انا حطيتها في الفوتوشوب فهي طلع علي بالشكل ده فانا عايز اكمل الصورة كده فانا عندي حلين لا اما هستخدم جنريتف فل ولو انا ما عنديش جنريتف فل اهم جاي عامل هنا وديس طبعا الحل بتاعنا السيء واللي هو كونتنت اوير او الجنريتف فل من سيلكشن بس انا هستخدم كونتنت اوير بانه معظم الناس ما عنداش فطبعا النتيجة سيئة ولو انت استخدمت في الفوتوشوب جنريتف فل على حجم كبير كده اصلا هيتطلع لك حاجة من الهند بش هيتطلع لك الصورة اللي انت عايزها دي فاحنا بنعمل ايه يا سيدي اول حاجة انا بعملها بق ام جاي تعال انا رجع بقى تاني بتأكد ان انا قمت جاي دايس على كلمة image هنا وجوه الكام في الصيز اعملت المقاس بتاعي بتاع كونفي اللي انا عايزه نعمل بيه ابس كب انا استخدمت اتناشر ستاشر فطلع لي المساحة دي كده حلو واعمل background تحت الصورة سيفت الاول خالص الصورة كده بالمنظر ده كده ممكن تسايفها بي ان جي عادي مفيش مشكلة ولكن انا اهم نقطة ان انا سايفها مرة كده وسايف الماسك بتاعها مرة لوحدها الجزء اللي سود ده اسمه الماسك وهقول لك لو احنا عملناها من غير ماسك النتائج بتطلع ازاي ولو احنا عملناها بماسك النتائج بتطلع ازاي لان انا كعايزك تنتبقى عارف كل حاجة بتأثر في الصورة بطريقة عاملة ازاي جميل طيب انا سيفت الصورتين دول اللي كده عندي على الجهاز ورجعنا في comfy UI جيت هنا في الصورة قمت جاي حاطت الصورة كاملة على بعضها وجيت هنا في الماسك قمت جاي حاطت الماسك اللي خارج بص الكابل اللي خارج من ماسك اللي خارج منه image هتحط فيه image وبعد كده قمت جاي واصف جاتب واص للصورة تمام وكاتب ايه اسمه ايه ده بسيط خالص ماخروش اي مشاكل حل زبطنا الكلام ده كله كنترول نت ومنا جايين مجاهزينه وجهزنا الايه الامبنتينج وانا استخدمت باسترد فيرجان وان فان انا بجيب الصور في الاس دي اكس ال وطبعا في فلوكس بعد كده بنيجي نتكلم في فلوكس انا استخدمت شاطل اه سريج ديفيوجن كيو فور كيو فور دوت ده الجي جيو اف عشان انا في الفيديو اللي فات كنت قلت ان انا ما نزلتش فانا نزلت واحد عشان اوريكو بيستخدمه ازاي ووريكو انه هو يعني ده حرفيا بيشتغل على اجهزة يعني اربعة اتنين في رام ما فياش اي مشكلة خالص وستة جيجا كمان بش حداشر زي بتاعلو الحلقة اللي فاتت جميل تعالنا نجي عني نكمل تاني عشان ما نتوهش الدنيا بعد كده يا سيدي كل اللي عليك ان كنت بتتزبط نفس الحاجات بالزبط في حاجة بس صغيرة انا هقولها ولا خلينا نعمل بعد كده اوريك ايه اللي هيحصل اول لما بيجي نزبط شكو طيب بسي بعد ما احنا خلصنا الكلام ده كله حطينا الصورة كل اللي احنا عايزينه ديسكريبشن اه للصورة فانا يعني انا معايا الديسكريبشن بتاع الصورة كان موجود اصلا البرامت اللي احنا كنا عاملينه قبل كده اللي هو الكابتن اللي بيفايت كراكن من الحلقة اللي احنا كنا عملنا فيها بتاعت سري بوينت فايف ميديم وهنوم جاي نحطيين البرامت بتاعنا هنا طبعا بالنسبة لوكو فلو التانية انت عندك دي انت لما بتحط الصورة هنا هو بيطلع لك اه وصف للصورة بتقدر تستخدمه ده الوركو فلو الادفانس جميل طيب احنا كده اخدنا الصورة وحطينا الحاجات في بتاعتنا وكل اللي علينا دلوقتي ان احنا بما ان ده اس دي اكس ال فانا مش محتاج حرفيا حتى ان انا هسرع الفيديو زي ما انت شايفين هو هينقل من هنا وهيوم جاي داخل هنا بس انا عايزك تركز بقى معايا في النقطة دي هنا هو هيورينا بريوز غير انا عارف انه هو هيبقى بتاعه سيء ولكن انا عايزك تبص على الجزء دوت مهم جدا دلوقتي احنا ادينا له صورة والدينا له موسك فالصورة يعني بمينينا ادينا له صورة والدينا له موسك طبعا هو هنا بالطريقة دي خيرا تعالينا ندوس كانسل الصورة هنا كل اللي انا عملته هنا ان انا في الموسك اللي أنا مدهوله أنا عايز أعمل للمسك ده انفيرت يعني أنا عايزه ياخد المسك الجزء بتاع المسك هنا ونعمله انفيرت يعني زي ما بنقول كده إيه نشقل بمر جميل فأنا عم جاي مدخل المسك هنا في المسك في انفيرت مسك وعم جاي موصل المسك بالمسك جميل كده يبقى أنا المسك هنا بالانفيرت ومتجاي مدخله في المسك لما احنا عملنا حوار المسك هو حرفيا بش هيلمس الصورة الأصلية بص الصورة أسلامة الأصلية ما بيحصلش فيها أي حاجة وهيعمل صورة جديدة تكملة للصورة الأصلية في النيز بتاعة المسك بس فزي ما انت شايف هو بيحاول يدمج الصورتين ببعض تمام بس ما بيلمس خالص الصورة دي فهتلاقي انك انت زي ما انت شايف النتيجة اللي طلعة الصورة كلها بس الجزء دوت والجزء دوت كل واحد فيهم لوحده جميل لكن الصورة كستايل كلها كونسيستنت كلها مع بعضيها ما فيهاش أي مشكلة طب دي بالنسبة للجزء الأولين الجزء الثاني شايف الرقم اللي هو بتاع جرو ماسك باي ده ده لو انا خليته واحد الخط اللي ما بين الخط اللي هو ما بينهم دول الخط ده بيختفي لو انا جيت هدوس كيو دلوقتي هتلاقي بص الخط الشرب اللي هو كان بيفيد الصورتين او بيسيح الصورتين على بعض ما بقاش موجود اه هو بيعمل الصورة بناءة على البرامت ولكن الخط اللي في النص ما بينهم هو بيسيحه زي ما انت شايف لما تطلع النتيجة بعد كده بص هتلاقي ان الخط هنا بقى موجود هو ما سيحش حاجة على بعض فدايما انا بريكميند ان الرقم ده أربعين او يفضل طبعا الماكس بتاعه اربعة وستين يبقى انت كده عرفت هي الفكرة كلها اللاين نفسه بيبقى ايه الفكرة النص الخط اللي موجود في النص ده احنا عايزين نشيله بان احنا نمجين عاملين ايه الرقم الولى اربعة وستين ده كده بالنسبة للجزء ده يبقى كده لو انا عملت المسك هيرندر ده الواحده وده الواحد طب افرد يا استاذ انا مش عايز اعمل المسك انا عايز الصورة تطلع معايا مدموجة اكتر من كده سهلة جدا بص يا سيب دلوقتي احنا المسك اللي احنا بنستخدمه ده بيرندر هنا وبيرندرش الصورة انما لو انا اديته المسك من الصورة الاصلية تهال معايا كده بص انا هورها لك عشان تبقى انت فاهم معايا المسك ايه هو المسك عبارة عن الداتا الالفا اللي موجودة في الصورة يعني ايه داتا الالفا الداتا الالفا ديت يعني كل الاجزاء البيضة انت كنك بتقوله كده الاجزاء البيضة دي مية في المية الاوبزيتي بتاعها مية في المية يعني شايف المية في المية دي دي كده اي بيكسل لونه بيض واي بيكسل لون سود الاوبيزيتي بتاحته 0 فهمت الفكرة يبقى اي بيكسل لونه ابيض الاوبيزيتي بتاحته 100% واي بيكسل لونه اسود الاوبيزيتي بتاحته 0% واي الدرجات بقى ما بين الابيض كل الدرجات اللي ما بين الابيض وما بين الجري ده كله او بص يعني مثلا تخيل معا كده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لحد 100 فلو انا جيت اديته الصورة كلها وقلت له طلع لانت المسك منها اللي هو البرنامج هيفهمها ازاي تعال ناخد الصورة هنا تعال ناخد الصورتين على بعض وتعال ندوس control u ونلغي الالوان هو شايف المسك بتاعك كده طب ايه هو المسك ده كده تعال نعمل هنا لون احمر مثلا شايف الصورة هنا جيت امتجايم خلي ده كده multiple شايف الاجزاء اللي طلعها كلها لونها غامق ديت دي الاجزاء بتاعت المسك بتاعك شايف الاجزاء اللي معمول لها سكرين اللي معمول لها باللابيت دي دي الاجزاء اللي انت قردها هتبقى موجودة في الصورة هتفضل موجودة في الصورة يبقى انت فهمت كده البرنامج هيقرى المسك ازاي هيقرى المسك ابياد ويسود والاجزاء دي هيبدأ يدمجها تعال نبدل بادر الراغي لانا بس كنت عايز اعرفك بالالفا والمسكات بتشتغل ازاي طيب بادر الراغي بقى ده كله انا لو انا خدت المسك هنا نفس اللي انا بقى ايه كل اللي انا قلته لك اخد المسك دايريكت وهحطه في الجزء بتاع المسك هنا مش هدخله في البروسيس دي خالص لما انا دلوقتي هدوس كيو هيبدأ يعمل زي ما انا كنت قلتلك هيبدأ يدمج الصورة كلها هيبقى البرنامج على بعضه شايف الصورة كلها مش شايف جزء صغير من الصورة فاهم قصدي من الفكرة دي بدأ يصلح هنا ويصلح هنا يعني بقى ياخد الصورتين فهو دي وقت شايف الصورتين فعمل بيقدت الصورتين مع بعض فبالتالي هتلاقي ان الريزولت اللي طلعه لو انت دي الريزولت دي كده بالشكل ده بص الريزولت اللي هم بيبقوا الاتنين سايحين في بعض او الاتنين شغالين مع بعض بتبقى احسن بكتير ولكن طبعا هو ممكن مثلا في الفلسيد دوت يعني لو انا دست مرة كمان هتلاقي بص ان هو هنا في الجزء ده دمج الصورتين مع بعض كويس لان هو واخد الصورتين واخد الالفا من الصورة دي ومن الصورة دي فكأنه شايف اللي بيحصل في الصورتين في بقى انت كده معك ترايت لو انت عايز بتستخدم بالطريقة بتاعة المواسك هتعمل واحد لو انت عايز تستخدم الطريقة اللي من غير الماسم هتعمل اتنين خلاص كده كده الموضوع بقى واضح وسهل جميل ده كده من غير الماسم وده الطريق بتاعة الماسم ايه تاني نقدر نعمله احنا كده خلاص الموضوع كده بقى بصير لو انا عندي فلنفترض صورة بتاعتنا فلنفترض صورة صورة من على الموبايل بقى يعني مثلا صورة حاجة رياليستيك مش الثور دي جميل لو انا عندي مثلا تعالى بقى ايه؟ نرجع الحاجة بتاعتي تاني انا ازبطها سريع سريع كده انا كده زبطت الكابلاف بتاعتي سريع سريع اول حاجة الصورة دي بما ان احنا كنا لدينا برامت بيه فهنا كنا عارفين اعملها لو انا ما عنديش برامت اعمل ايه بص اسيب انا بقفل كل البروسيس وابدأهم بروسيس بروسيس كده مع بعضينا بس اللي رجع تاني هنا نبدأ بروسيس بروسيس مع بعض نشوف هنعمل ايه بقفل كله بسيب اول حاجة اوتو برامت بعد الاوتو برامت انا بستخدم فلورنس بستخدم الموديل بتاع فلورنس تمام وهو هنا بيقولك ان في الجزء دوت هو بيربلاس ديس اميج از فاهم الفكرة انت ممكن تستخدم الطريقة دي اللي هي بتاعي this image is وتقوم جاي حضرتها ايه الكلمة ديت ويم جاي مبدلها بكلمة تانية ولكن ايه يعني ممكن تستخدمها ممكن لا دي حسب انت استخدمك ليه انا باستخدمها بصور معينة لما البرامت عندي بيعط تمام ببدل دي بالجزء بتاع ال description هنا فبالتالي بيم جاي مدورلي على الكلمة اللي مكتوب فيها this image is ويم جاي كاتب لي sharp image off ويم جاي كاتب لي البرامت بتاعي كده ولكن الطبيعي ان انا بعم جاي سايف الصورة ديت ماشي هو هنا امان هو هو كاتبودة لو ما انا هدوس كيو هيوم جاي عامل لود للموديل بتاع فلورنس وبعد ما هيعمل لود للموديل بتاع الفلورنس اه by the way الموديل بتاع فلورنس انت مش محتاج تحطه في اي حد هو هنا النود دي اصلا بتعمل دا واللود للموديل وبتبدأ تستخدمه فاحنا لما دوسنا على البروسيس دي هو خلص خلص البروسيس دي بس ما عملش اي حاجة تاني قال لك وقاعد في وفي كتب وراه ومسك كتاب وشعر اصفر ولا بس شرد كتب لك كل البيانات اللي انت محتاجة جميل؟ فانا بقى ام جاي واخد الكلام دا كده كوبي تمام؟ وقام جاي جاي حطه فين؟ في الديسكريبشن بتاعي او في المكان بتاع البرامت بتاعي طالما انا عملت كده ممكن انا بقى اوما انا جاي واخد الجزء بتاع اشرب امج اوف وقام جاي جاي ايه؟ حطه في اول البرامت اشرب امج اوف نفس الراغي اللي انا كنت براغي دا اه او لا اه حسب انت شايف النتيجة طالعة معاك مؤسرة او مش مؤسرة انت فاهم الفكرة؟ يعني لو مفيش نتيجة مش متأثرها قوي والسرعة تلعب معاك تمام؟ مية مية مش لازم تمشي كل خطوة بالملي فاهم قصدي؟ طيب خلصت الخطوة الاولى بقفل باجي عند الخطوة التانية انا بقى مش عايز استخدم فوتوشوب ومش عايز استخدم بقى لها بلده كله مش نحص اصداع عم انا مع فوتوشوب ايه؟ اجي هنا للجزء دا بقى الاتنين نوت دول حرفيا اقتراع 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 يسلم ايد اللي عملهم يعني جميل؟ بص يا سيدي دي بتعمل ايه؟ اول حاجة تأكد طبعا انك انت اقافل كل حاجة وفتيحها هي بس وحاطت الصورة لو انا دست هنا في الكيو ودست على كيو انستنت دي ودست هنا بص يا سيدي ما كم هحرك؟ هيحرك الصورة يعني كده ده المسك اهو بيبنيلي المسك بتاعك اهن في الفوتوشوب انت فاهم الفكرة؟ وممكن اصغر كمان الصورة او اكبره فده في حد ذاته بيعمل لك كل الغضوات بتاعت الفوتوشوب فانا مثلا انا عايز اصنطر الصورة دي في نص الفريم انزلها ناحية تحت سيكا حلو جدا وهم جاي ايه؟ مصغرها شوية علشان يملالي اه الباججراوند شويتين ثلاثة خلصت كده وهم جاي دايس على مرجعها كيو تاني عادي كفت يا جدعة اسهل من كده؟ فيش اسهل من كده اصلا هنا لو انت عايز تتحكم في الجزء الاسود بتكتب اي ريزولوشن انت عايزه احنا هنا بنستخدم تسعمائة وستين في ألف لو انت عايز تستخدم ريزولوشن تاني ممكن نستخدم الاتناشر ستاشر او اللي هو يعني زي ما احنا اممية اتنين وتلاتين في اتناشر ستاشر بتاعتها برضو هتدوس كيو هيغير لك المساحة بتاعة نفسك تمام؟ طب بعد ما احنا خلصنا الخطوة دي ما بنقفلش بقى الخطوة دي بنفتح على طول الخطوة بتاعت ايه؟ الاس دي اكس ال جميل؟ يبقى انا كده فتحت الخطوة بتاعت الاس دي اكس ال وهم جاي دايس على كيو بعد ما لودو المودل والدنيا تمام طعفة طعفة الصورة اصلا كأنها كانت متاخدة كده انت كده خلاص تمام الموضوع معك ترجمة الدنيا عاملة ازاي في الطول دي ايه؟ وان فعلا الطول دي قوية ومهمة بص نفيش كل ده من اللاجئة سيمبلين فزي ما قلتلك انا شايف ان الادا دي قوية جدا جدا هنوقف هنا؟ لأ باش هنوقف هنا تعال بقى وريك كمان لما بنيجي ندخل الموضوع للجيو ايف ايف ونشوف الحوار بيطلع الستايل في الاخر بيبعمل ازاي؟ ها نحن زا يا سيدي الجيو ايف بص شايف التفاصيل اللي على الكرسي بص ما كانش في تفاصيل بص بقى التفاصيل الجديدة طبعا هو مالوش دعوة بالولد هو ما بيغيرش في الولد او بيغير في الجزء بس الخاص بالإمبنت انت فاهم الفكرة؟ فهو بيزبط الاجزاء دي فاكده الجزء بتاع فلوكس اللي احنا منهم يدخلينه كده يدينا بس ايه حاجة جمالية في الموضوع طبعا هنقدر ازود في الرقم هنا يعني ممكن اخلي الرقم دوت زيرو بوينت فايف بس اعرف ان الرقم ده معناه انك انت بتجيب حاجات جديدة تماما في الصورة بتاعتك يبقى احنا كده يا سيدي عارفنا ازاي بنطلع الصورة وزاي بنعمل لها في فلوكس الجديد وازاي بنحركها وازاي بنعمل لها وكل حاجة اللينكات يا سيدي وكل حاجة بتبقى موجودة في الدسكريبشن كالطبيعي لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لينكات لو عايز تدعمني بتاعت اليوتيوب برضو نفس الكلام اه وفي نقطة انا كنت عايز اسألكم واخد رأيكم فيها اسقبولي رأيكم في الكومنس هل الصاب نيل بالنسبة لكم جذابة يعني هل مثلا انت حاسس ان الصاب نيل بتوصل لك الهدف من ان الفيديو دوت بناحية ان انا بش عايز يعني ابقى اعمل لك صاب نيل خادع في ان انا قوم جاية حاطط لك مثلا اتنين بيشدوا شعر بعض واقول لك امبنتنج وهكذا وفي نفس الوقت بش عايز اعمل لك حاجة شكلها جرباج او لو كواليتي فانت بالتالي برضو يعني هتبقى فوش انا ببيني جرافيك ديزاينر يعني فعايز اخد رأيكم في الصاب نيل ولو كده بيزدق على رأيكم هبدأ ان انا انتا زي ما انتو عارفين انا بحاس من نفسي يعني الناس اللي قالو لي على حوار الب زي دوت فانتSE فيدني يعني اعتبر يعني اعتبر ان Analysis زي اخوك مثلا كده بمعنى بميني يعني عمل معلومات او برضو فانت لو انت عندك حاجة عايز تقولها حاجة عايز تفيدني بها آآ لو انت عندك فكرة ساب نيل لو انت عندك стايل معين لو حتى بتعرف تعمل صابني له وعاية تساعدني يعني ده حاجة كويسة جدا. فارأك سيبقى في الكومنتس بجد هتفيدني ويا اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودومتم سينو جدا.